اشتركوا في القناة بالزيارة الاخوية التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ولقاء جلالته باخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها منوها سموه باهمية هذه الزيارة في دعم التفاهم والعمل المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية بعدها عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز وبالغ التقدير للمشاعر الفياضة التي عبر عنها المهنئون بتكريم سموه كقائد عالمي في منظمة الصحة العالمية كما شكر سموه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمشاركين في حفل التكريم لما عبروا عنه من تقدير صادق تجاه مملكة البحرين ومنجزاتها في القطاع الصحي والذي جسده تكريم سموه فيما عرضت سعادة وزيرة الصحة تقريرا إلى المجلس بخصوص فعاليات الجلسة رفيعة المستوى التي تم الإعلان فيها عن تكريم منظمة الصحة العالمية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر كقائد عالمي وهي السابقة الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المعنية إلى استكمال المشاريع التنموية المخصصة للمحرق خدميا وصحيا وتعليميا ومرافقيا وفق البرامج المعدات لها دون إبطاء منوها سموه بأهمية سوق المحرق المركزي الجديد الذي تفضل سموه وشمل برعايته الكريم افتتاحه يوم الأربعاء الماضي في توفير المزيد من الخدمات التي يستفيد منها أهالي المحرق وعلى صعيد ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة استكمال توصيل المناطق الجديدة في الدير بشبكة الصرف الصحي والتحقق من شكاوى الأهالي فيها جراء ذلك بعد ذلك نوها مجلس الوزراء بأهمية عقاد القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعيتها على الأمن والاستقرار وحث مجلس الوزراء على أن يكون الموقف الخليجي والعربي موحدا وداعما لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها فأمن السعودية هو أمن العرب ومن يحرص على استقرار بلاده ينبغي أن يحرص على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ويتصدى لكل استهداف لأمنها وأكد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين وتضامنها التام لكل ما تتبناه المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تعزيز التعاون الخليجي والتضامن العربي والتكافل الإسلامي الذي يعود على دول المنطقة وشعوبها بالاستقرار والسلام متمنيا التوفيق في أن تخرج القمتان الضارئتان والقمة الإسلامية بالقرارات التي تعزز بصالح الدول الخليجية والعربية والإسلامية وشعوبها وفي إطار ذي صلة فقدان مجلس الوزراء بأشد عبارات الإدانة والاستنكار العدوان الغاشم الذي استهدف مكة المكرمة من قبل الميليشيات الإرهابية الحوثية وذلك بإطلاق صاروخ باليستي باتجاهها ووصفه المجلس بأنه اعتداء عدواني دني على حرمة الأماكن المقدسة ويمثل استفزازا لمشاعر المسلمين أجمعين باستهداف قبلتهم والاعتداء على مقدساتهم مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين وتضامنها ودعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامتها وبمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد أشاد مجلس الوزراء بمجلس التعاون ككيان خليجي قام من أجل تعزيز أمن واستقرار دوله ونماء وتطور شعوبه مؤكدا المجلس على أهمية صيانة هذا الكيان بالحفاظ على مكتسبات دول مجلس التعاون ومنجزاته ليستمر بفضل قادته كيانا متينا مدماسكا ورمزا معبرا عن اتفاق مصالح دوله وشعوبه حاضرا ومستقبلا مشيدا المجلس بالمنجزات التي تحققت عبر مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه ثم نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء على الإجراءات الإدارية اللازمة لتحويل مبلغ قدره 230 مليون دينار من فائض حساب صندوق التأمين ضد التعطل إلى الحساب العمومي للدولة لتمويل برنامج التقاعد الاختياري ولمرة واحدة فقط وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تفعيلا لما نص عليه القانون رقم أربعة لسنة 2019 بشأن التأمين ضد التعطل وبالأخص البند اثنين في الفقر جيم من المادة ثمانية وذلك بناء على العرض الذي قدمه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وقرر المجلس تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك ثانيا وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشروع مرسوم بتشكيل مجلسي أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والذي بموجبه يكون للمستشفيات الحكومية مجلس أمناء وآخر لمراكز الرعاية الصحية الأولية ويضم كل منهما أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة ليتوليان تنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 وذلك في ضوء العرض الذي قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية ثالثا اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسة بخصوص الكهرباء والماء على التأثيرات المحتملة لتعرفة استهلاك الكهرباء والماء على القطاع العقاري والتي عرضها سعادة وزير الكهرباء والماء حيث خلصت الدراسة التي نفذت على مستوى منطقة الجفير وعلى مستوى جميع مناطق البحرين استنادا على حسابات الاستهلاك المنزلي للبحريني أكثر من حساب والحسابات المنزلية لغير البحريني والاستهلاك غير المنزلي إلى أن لا تأثير لتعرفة الكهرباء والماء على القطاع العقاري وركوده بل خلصت الدراسة إلى أن التعرفة أسهمت في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء حيث انخفض استهلاك الكهرباء في جميع المناطق بعد تعديل التعرفة بنسبة 25% واستهلاك المياه بنسبة 27% فيما زادت الحسابات بنسبة 27% للحسابات المنزلية وبنسبة حوالي 7% للحسابات غير المنزلية على مستوى منطقة الجفير رابعاً وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة عن توظيف الأطباء العاطلين وذلك لتحقق هذه الرغبة فعلياً من خلال المبادرات والخطوات التي تتبناها الحكومة لتوظيف الأطباء العاطلين ومن أهمها برنامج تدريب وتوظيف الأطباء العاطلين الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً خامساً وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب بشأن إعفاء السلع الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية من ضريبة القيمة المضافة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية